اشتركوا في القناة في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمًا سواه ففرجته عني وكشفته وكفيته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة عشر أشباط فبراير القمر استقر في برج الميزان طبعاً الآن القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة وتسعة واربعين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بما أن القمر موجود في برج الميزان معنات هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجيين لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب واقتنا حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا إحنا اليوم ثلاث زوايا فلكية الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الخميسة على الجمعة يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وتستمر لغاية ساعة الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون ذروتها ساعة 9 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بما أنه في ساعات الصباح معناته من ساعات الفجر بيبدأ تأثيرها وبتستمر لغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة طبعا هي الزاوية البطيئة الوحيدة اللي الآن ذروتها طبعا فيه متشكلات ولكن منسميها زوايا منفصلة يعني تأثيراتها ضعيفة أو تيجي بشكل مفاجئ لكن الذروة القوية واللي إلها تأثيرات مثل هاي الزاوية مثلا اللي هي الاقتران الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي مش إيجابية إيجابية ولا سلبية سلبية يعني منقدر نقول إنها ممتزجة هي شوي بتأثر على ردات فعلنا على عصبيتنا على تقلب مزاجنا بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية وبرضو في بعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لحوادث عن طريق النيران عشان هي كتكن تنتبهوا للأمرين هدول بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعا هاي الأعضاء ما فيجوز نعمل لها عمليات جراحية ولكن بجوز عملية الفحصات أو أخذ العلاجات والحيطة والحذر أنه ما يصيرش التهابات بالنسبة للعمليات والعمليات إجمالا اليوم ممتاز للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 11-2 بيبدأ خلو المسار الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 36 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 20 يوم في تمام الساعة 7 و39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيصير عمره 21 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 هي الآن منتحسة بنسبة 50% ولكن في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في الميزان حتى يوم 11-2 سعيد الآن بنسبة 25% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أرانوس في الثاورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهو ممتاز على مستوى تعزيز الشراكة وتقرب وجهات النظر ما بينكوا بين شركائكم إن كان شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن بدكوا تنتبهوا أنه اليوم طبعا وجود القمر مقابلكم يعني ما بشير لتفاهم وهدوء بتتعقد بعض الأمور بتطرق بعض البلبلة ممكن تعلجوا التباسات أو سوء تفاهم ولكن بدكوا تعلجوها بموضوعية وحذروا من القطيعة والدعاوى القانونية خلال هذا اليوم لأنه خصمكم قوي والعرقيل بتستفزه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار موجود في البيت السادس يعني العمل والصحة عشان هيك بتجدوا أنه اليوم عندكو كثير من الأعمال وكثير من الالتزامات وكثير من الأمور اللي بتحاولوا أنكو تنظموها أو ترتبوها وما بتجدوا وقت لهاي الأمور ممكن يتراكم العمل لديكم وممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء في إنجاز بعض الأعمال أهم إشي إنه اليوم تحاولوا إنكو تنشطوا حالكم ما تخلوا الكسل يسيطر عليكم ابتتزامن الواجبات عندكم وابتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي عشان هيك بدك تحاذر أول إشي من تراكم العمل وأيضا المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن صار موجود في البيت الخامس يعني بيت العاطفة والحضوض والدعم والأقارب والأحبة فاليوم مميز جدا يعتبر لعلكم فلازم استغلاله بكل طاقتكم لأنه فيه كثير من الإيجابيات لصالحكم والقمر سعيد يعني معطيكم حضوض أكثر فبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقات معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدكوا تلطفوا الأجواء وتحاولوا يترجع العلاقات لطبيعتها اليوم أنت بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كان مستحيل حلها فعشان هيك تعتبر هاي فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز كله على البيت والعائلة عشان هيك اليوم أكثر نشطاتك إلا علاقة بالشأن الداخلي بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء إن كنت تجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا إن كنت توجه الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات بتحمي حقوقكم بس لا تفرضوا رأيكم على أي شخص هاي فترة مناسبة لإصلاح أو تعمير أو صيانة بيتية أو مناسبات عائلية وبرضو فترة مناسبة للبعض لأمور العلاقة بالسفر أو الاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في البيت الثالث يعني نشاط، اتصالات، حوارات إيشي له علاقة بالسيارات له علاقة بالإلكترونيات بالأصدقاء، بالإخوة، بالجيران نشاطات اجتماعية وحتى على مستوى الحب والعاطفة ممتاز بتنشطوا اليوم في الدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتكثر النشاطات على حسب حق لاختصاصكم بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لأنه عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع علي جداً أهم شنو اليوم ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر صار موجود في بيت المال يعني اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أهم شنو ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبلغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية اليوم رح ينفتح لكم مجالات كثيرة إلها علاقة بالوضع المالي ممكن حلول لبعض المسائل المالية أو سداد لبعض الفواتير والالتزامات أو نجدة مالية أو مكاسب مالية يعني كلها إلها علاقة بالمال فلازم تتحركوا وتعرفوا من وين بدكوا تتحركوا عشان تعرفوا إيش اللي بدكوا تستغلوا وكيف بدكوا تحصلوا على هاي المكاسب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم طاقتكم ممتازة جدا وشعبيتكم في تصاعد وعاطفتكم في أوجهة بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تحديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك يعني أجواء إيجابية وبداية مرحلة قوية جدا فيها كثير من الأمور اللي رح تكون لصالحك حاول إنك تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب استقر ورح يضل لغاية مساء يوم الغد فعشان هيك خلال اليومين هذولة بتجد إنه صحتك مش على ما يرام فيه تقلبات صحية ونفسية بينتابك شعور بالتعب بالملل حاولوا إنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بشكل روتيني يعني بدون ما تتخذوا قرارات بدون ما تعصبوا بدون ما تفتحوا مواضيع ونقاشات وعصبية ومشاكل يعني بدك تلتزم الهدوء وحاول إنك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحادروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بدأ عندكم مرحلة النشاط الاجتماعي أكثر اليوم بتنشطوا اجتماعيا تسعة من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن تلتقي بصديق أو اتصال أو حليف أو تطمئن على صديق أو يجيك خبر عن صديق مثلا منكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يكون عندهم هم مناسبة أهمش أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق وممكن اليوم إذا احتجت لمساعدة من صديق تطلبها منه وبيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات اللي بيكون فيها بعض الصعوبة برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في بيت السمعة بيت المناصب بيت العلاقة مع المسؤولين وهذا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بينتبهوا لكم المسؤولون بيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم وحاولوا أنك تكونوا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر فعشان هيك ما بيجوز أننا نشوه سمعتنا فيها وبرضو بالمقابل ما بيجوز نغامر ونجازف يعني بدنا نحاول نكسب أي شيء له علاقة برفعتنا أو بمنصبنا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع فعشان هيك بهذا بيت حليف وقوي بالنسبة لإلكم بتنشطوا بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة أي شيء بيتعلق بالسفر حتى أوراقه معاملات وتقديم طلبات برضو ممتاز مراسلات أو اتصالات خارجية برضو ممتازة ويعتبر يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن بعض موليد برج الدلو يبدأوا بعمل جديد أو دراسة جديدة أو يناقشوا أي موضوع بناقشوا رح يناقشوا بقوة وذكاء ويتجرأوا على رفض أو قبول أي شيء بناسبهم همه أهم شيء أنه اليوم ما تخشوا شيء بل فيقوه أنفسكم أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة ومن المحتمل يكون فيها سفر لبعض موليد برج الدلو برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في البيت الثامن يعني تركيز على الأموال المشتركة أموال الزوج أموال البنك ضريبة تعمين شراكة مالية شراكة عمل يعني أي شيء فيه مال مشترك اليوم أنت رح تنشط في هاي الأمور واليوم رح تعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو استرداد حقوق لألكم أهم مش أنه ما تهملوا صحتكم الأجواء فيها كثير من الإيجابية اليوم وبتتجاوب معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم إش إنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر